كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد محادثات مع المستشار الألماني أوليف شولتس بمقر المستشارية الألمانية في برلين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المستشار الألماني تمنى روابط الوثيقة والزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط كما أكدت شولتس حرس ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعيا لتحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثمارات وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء قد تناول سبل تعزيز أتر التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعادة خاصة التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والهايدروجين الأغدر كذلك تطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر كما نقش الجانبان أخر تطورات ملف سد النهضة حيث اتفق الزعيمان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات لتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد أريد الزعيمان على أتفاق قام المشترك في ملاء العمل ومتوصل إلى تقنية المشكلة الموجودت المشترك في مرارة المنزل بدعم ورمتوصل إلى تصوير القناة ومتوصل إلى أموضة متواصل فكرة نقمد تحيز أكبر